السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايوكي احبابي عاملين ايه الخبر الجديد النهاردة ان فيه ترين دي كده طالع بيقول ان الفنانة يسرة هتشارك الفنان شروخان في فيلم مصري هندي بالتعاون مع الشركتين انتاجيتين مصريتين مصرية وهندي طبعا هنشوف الخبر ده فعلا حقيقي ايه ولا ايشاعة بس هنتكلم الاول نافذة كده عنهم طبعا تعرفين الفنانة يسرة فنانة مصرية متزوجة من ابن الراحل الكبير الفنان ولاعب الاهل القديم يعني وكان مدير نادل الاهلي الفنان صالح سليم هي متجوز ابنه وفنانة طبعا قديرة كلنا بنحبها وبنحب اعمالها الفنية امتعتنا طوال السنين عمرها والفنان شارو خان هو فنان هندي مسلم عمل كتير برضو من الافلام اللي احنا تابعناها وحبناها ويمكن احنا عرفنا الهند من خلاله ومن خلال الفنان امتبت شان المهم وكمان من عرفنا وشفنا اخر فيلم اللي هو ماينيم اس خان كان بيدفع عن الاسلام طبعا كان مسلم بيدفع عن الاسلام وشفنا افلامه كلها وعجبانه وبنحبه وبنحبه انسان محترم المهم بقى نجي للاشاعة اللي هي اطلقوها حاليا بيقولوا ان يسرى وشارو خان هيعملوا فيلم مصر هندي لكن دي اشاعة ما حصلش ده هو وهم في المهرجان البحر الاحمر هو بيقول بيتكلم عن يسرى بيقول اسطورة الفن او الاسطورة السينما المصرية الجميلة قاعد يعني يقول كلام حلو جدا عليها طبعا يسكر وقال ان هي فنانة جميلة ولي يعني ان هو عايز يقبلها يعني او يحضرنا حاجة زي كده طبعا بعدها يسرى طلعت بتستلم الجهزة بتاعتها وقالت كلمة طبعا للجمهور فبعد ما خلصت الكلمة في الجمهور كلامها للجمهور قالت طبعا لشارو خان انا مش ناسي الحضن ليك عندي حضن يعني طبعا بيتحقوا مع بعض وفكاها يعني هما بقى الناس استنتجت ان هما هيعملوا فيلم وياريت يعملوا يعني لتمنى ان هما هيعملوا فيلم مع بعض لان هما احنا بنحبهم هما الاتنين والاتنين مشهورين والاتنين لو عملوا فيلم مع بعض هيكسروا الدنيا ودي كانت الاشاعة الاخرى وانا قلت لكم اي اشاعة بتيجي انا حاجبها لكم واقول لكم عليها اذا كانت حقيقة حقيقية ولا عارية تماما من الصحة طبعا هما الاتنين طبعا يطلع عليهم اشاعات لان هما الاتنين مشهورين وهما الاتنين محبوبين لكن دي اشاعة مش حقيقية وبس هما كانوا بيأخذوا الجوائز في المهرجان وغيرهم كتير من المصريين الفنانين والهنود الفنانين بس ودي المعلومات اللي انا كنت حبة ان انا اقولها لكم عن يسرة وعن شارو خان واتمنى يا رب اكون عجبتكم وعجبكم الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته استودعكم الله الذي لا تضيعه ودائعه الى اللقاء في اشاعة اخرى وحقيقة اخرى عن الاشاعة اوضحها لكم وعرفها لكم دمتم في رعاية الله وامنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا